احنا شايفين المسألة ازاي اول حاجة مثلا على سبيل المثال تواجد الرئيس السابق عدلي منصور المستشار الجليل عدلي منصور رئيس اشار لي واشاد بيه وهو كثيرا الحقيقة ما يشيد بيه وعايز اقول لحضراتكو على حاجة على معلومة يعني الرئيس عدلي منصور احد الذين احد القلاء الذين يسق الرئيس عبدالفتاح السيسي في كفائتهم وادائهم واخلاصهم بهذا البلد ليه وهو اللي حضراتكم على حاجة اساسية نهاردة كانت حتى في حالة هو هنا الفريق كامل وزير لما اعلن انه بيمنح درع وزارة النقل للرئيس عبدالفتاح السيسي كنوع من التكريم خد الرئيس وحنا يمكن الفيديو دا عندنا يا شباب الفيديو دا عندنا خلينا نبدأ به الخد هو الدرع الرئيس عبدالفتاح السيسي وقدمه الى الرئيس عدلي منصور في لفتة مهمة جدا خلينا نشوف الفيديو دا الاول كده ونيجي نقول ما وراء هذا المشهد من رسائل ودلالات نتقدم بدرع وزارة النقل لسيادة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب يبقى هو دا دا المشهد اللي احنا ايه شفناه موجود الرئيس عدلي منصور يطلق اسمه على المحطة التبادلية وهنا نوع من التكريم وهو يعني موجود بيننا ويشعر يشعر بانه هذا الشعب يقدم له كلمة شكر وامتنان ليه لانه المستشار عدلي منصور قام بالدور الاهم والاخطر في ثورة 30 يونيو هتقول لي يعني الدور بتاع المستشار عدلي منصور اهم من الملايين اللي نزلت الشارع اقولك اه اهم من حتى قرار المجلس العسكري بانه يساند هذه الثورة اقولك اه لانه في اللحظة في اللحظة خلي بالكم نحن قدام راجل رئيس المحكمة الدستورية اللي جموع الشعب وممثلي الشعب اللي قعدوا في ثلاثة يونيو قرروا انه يتولى مسئولية ادارة البلاد يتولى الرئاسة بشكل مؤقت تخيلوا مثلا لو ان المستشار عدلي منصور تراجع لحظة او تردد لحظة او نقى بنفسه عن هذا المعترك السياسي قال لك يا جماعة انا راجل قاضي ما ليش علق بالسياسة كان لقينا نفسنا قدام مأزق ضخم جدا فالراجل في لحظة حاسمة شال البلد على كتافه وهذا كلام ناس كتير ممكن ما تبقاش ملتفتة ليه ايه اهمية دور المستشار عدلي منصور فاسبغ على هذه الثورة الحالة القانونية والدستورية لانه راجل رئيس المحكمة الدستورية عندما يقبل عندما يقبل ما طلبه منه الشعب وما فوضه فيه ممثل الشعب فهو بيؤكد ان احنا قدام وضع قانوني ودستوري وان هذا هو حق الشعب المصري بس الناس في الزحمة احيانا ما بتاخدش باله ثم خلال العام الذي حكم فيه او الاكثر شوية يعني تقريبا عام حكم مصر بمنطق القاضي منطق القاضي اللي هو كان ييجي طول الوقت لما ييجي قرار انا بقول له حضراتكم يمكن كواليس وتفاصيل لم تكتب عن المستشار عدلي منصور اللي هو كان ييجي قرار يعرضو عليه كان عنده معيارين في اتخاذ القرار او عدم اتخاذه انه هذا القرار هل هو قانوني ولا مش قانوني طيب قانوني يسأل عن التكلفة اللي هيتكلفه هذا القرار فاذا كان القرار قانوني لكن تكلفته باهزة يفكر فيه فكان هذا الرجل قوي وشجاع ومخلص وامين على هذا الشعب ولذلك يعلم يعلم جيدا الريس عفتاح سيسي قدر هذا الرجل ودائم الاشارة لدوره ودائم تكريمه وينتهز كل فرصة ليشير اليه نقطة بقى مهمة ان انت في البلد دي يعني قدام رئيس حالي يكرم رئيس سابق ما شفنهاش كتير يعني ما لقي نهاش لانه نهايات الرؤساء في مصر نهايات مفزعة شوي يعني يعني انتو كان جمال عبناصر حتى هذه اللحظة ما حدش حسن من رجل مات مسموم ما ماتش مسموم الرئيس سادات شفتو اغتياله رئيس مبارك تم خلعه بشكل يعني فيه دراما عالية جدا مرسمات في السجن فاحنا قدام هنا رئيس سابق رئيس سابق يكرم من رئيس حالي وهنا تقولك ان البلد دي بتراعي الاصول البلد دي ما بتفوتش عليها حاجة يعني احنا كان فيه مشاكل